موسيقى هلو يا امرات يا حلوين عاملين ايه وحشتوني فيديو النهاردة اطلب مني قبل كده وهو عن علاقات الحب المزيفة اي بمعنى الابطال هيرتبطوا بس هيكون ارتباط مزيف يا رتباء ما تنسوش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس ويراتك كل يعمل لايك عايزين الفيديو وصل لرقم كويس وكمان ما تنسوش تقول رأيكم في التعليقات ويلا نبدأ الفيديو مع بعض اول مسلسل معانا هو تحذير بالحب المسلسل متصنف رومانسي كوميدي وعدت حلقات 16 حلقة وهو كوري البطل بتاعنا هو دكتور امراض جلدية وهو رجل جذاب جدا وبيحظى بشعبية كبيرة ما بين النساء اما البطلة بتاعتنا فهي ممثلة مشهورة جدا اللي اتنين هيتقابلوا وهيتورطوا في فضيحة فعلشان كده هيقرروا ان هما يعملوا عقد والعقد ده هينص ان هما الاتنين لازم يتصرفوا قدام الناس عاس ان هما وقعين في الحب فيترى اللي هيوسط العلاقة المزيفة دي لحب حقيقي ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا عن مسلسل تاني مسلسل معانا هو الوقت علمني كيف احب المسلسل متصنف رومانسي كوميدي وعدد حلقته 24 حلقة وهو صيني المسلسل هيكون بتكلم البطلة بتاعتنا علشان تكليف المستشفى الا اخوها الصغير فيها هتقرر ان هي تخش في علاقة تعقضية او مزيفة مع رئيس تنفيذي سبياني ومتعجرف في نفس الوقت فيترى ايه اللي هيحصل معاها وهتقدر تتأقلم معاه وهتتعود عليه ازاي وهل هيقعو في الحب في الاخر ولا علاقتهم دي هتنتيب ايه ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل تالت مسلسل معانا هو اجدب علي المسلسل متصنف رومانسي كوميدي وعدد حلقته 16 حلقة وهو كوري البطلة بتاعتنا هي موظفة في شركة تسويق هتتورط في سلسلة من الاكاذيب بعدهم هتتظاهر ان هي متجوزة البطل بتاعنا وهو شخص متعجرف وفي نفس الوقت رئيس مجلس ادارة لفندق وهي هو ابن الواحد من ارقى عائلات كوريا هتتعقد الامور بينهم اكتر واكتر لما تظهر خطبته القديمة فيترى ايه اللي هيحصل معاهم وهل هتتكشف كذبتها دي ازاي والبطل هيكون رد فعله ايه كله ده هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل الرابع مسلسل معانا هو حب النواية الحسنة المسلسل متصنف رومانسي ميلو دراما شبابي عائلي وعدد حلقاته 20 حلقة وهو صيني البطلة بتاعتنا هي ممثلة من الدرجة التالتة هيكون عندها كانسر في الدم فهتكرر ان هي تصبح بعلاقة مع المدير التنفيذي لشركة كبيرة علشان هي محتاجة فلوس علشان علاجها وفعلا هتعمل العلاقة دي معاها وعلاقة مزيفة والعلاقة دي هتصير لحد الجواز فيترى هتتجوزوا ولا لأ او ايه اللي هيحصل معاهم مع العلم ان المسلسل ده جزئين فيترى ايه اللي هيحصل معاهم كل ده هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل خامس مسلسل معانا واللي بتير منكوا عارفينه هو حياتها الخاصة المسلسل منصنف رومانسي كوميدي وعدد حلقاته 16 حلقة وهو كوري البطلة بتاعتنا هي منصقة معارض موهوبة بتعيش حياة موزدوجة ففي وقت من الاوقات بتكون منصقة معارض عادية جدا وفي الوقت التاني واحدة مهووسة جدا بالايدول وبتتابع كل اخبارهم وكل حفلاتهم وهكذا فبسبب ادمانها بالايدول اضطرت انها تنفصل عن العديد كتير من احبائها وهكذا لحد ما هتقابل البطل بتاعنا وهو مخرج جديد هيجي المعرض اللي هي شغالة فيه هو كان رسام قبل كده وعنده حسة عالي جدا في الفن ومن بدايته لحد تقاعده وهو بيشهد نجاح كبير في مهنته كمخرج البطل بتاعنا هيكتشف حياة البطلة المزدوجة فيبدأ يعجب بيها فيترى ايه اللي هيوصل الاتنين دول لعلاقة حب مزيفة ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا عن مسلسل وانصحكم التابعوه سادس مسلسل معانا هو حبيبتي المسلسل متصنف رومانسي كوميدي وعدد حلقاته 36 حلقة وهو صيني المسلسل هيكون بيتكلم عن عقد هيتبرم مع شخص للتصرف وكأنها تعجب برئيس تنفيذي البطلة بتاعتنا علشان تغطي نفقتها لدعم فركة الابرة اللي هي فيها هتكرر ان هي يجي لها شغلانة ومش الشغلانة عاديا هائي بل شغلانة مميزة وهي ان هي تتظاهر بان هي معجبة برئيس تنفيذي وسيم لشركة من الشركات فيا ترى ايه المغزى من الوظيفة دي ده كله هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل سابع مسلسل معانا هو فتاتي المسلسل متصنف رومانسي كوميدي وعدد حلقاته 24 حلقة وهو صيني الابطال بتاعنا هم صغيرين كانوا عارفين بعض البطل من غير قصد هيسيب ندبة على وش البطلة رغم كده علشان هو صغير هيتهرب من المسئولية اما البطلة فللأسف هيجي لها مرض نفسي وهو مرض صنائي القلب الاتنين لما هيكبروا هيتقابلوا تاني بس البطلة بتاعتنا هيكون فنانة ميكياج مشهورة واول ما هتشوف البطلة هتفكروا مجرد موظف صغير في الشركة لكن في الحقيقة هو الرئيس التنفيذي للشركة وبسبب انزعاجها من حاجة هتقرر ان هي تعلن فجأة ان هي حبيبة الرئيس وهي اصلا ما تعرفش ان هو الرئيس فبسبب نوبة صنائي القطبة هي قالت ليه كده فالبطل هيكرر ان هو يوافق على التظاهر بانه حبيبها لفترة لحد ما تخلص وصفة الكريم اللي هي بتعملها فترى ايه اللي هيحصل معاهم وهليبدأ يعجب بعض حقيقي ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل الثامن مسلسل معانا هو زواج من دون موعدة المسلسل متصنف رومانسي كوميدي عائلي وعدد حلقاته 16 حلقة وهو كوري المسلسل هيكون بيتكلم عن راجل لايرغب بالجواز وامرقة ما بتبلكش اي حظ في الجواز البطل بتاعنا هو شاب اعزب وناجح لكنه دايما بتعرض لضغط مستمر من قبل عيلته علشان يتجوز واستقر فهيكرر ان هو يجي بخطة زكية جدا وهو انه يعرف البطلة لعيلته علشان هو متأكد ان هما مش هيوافقوا عليها فهينا هتجيلوا المفاجأة والصدمة فياتر هو هيكون رد فعله ايه ورد فعل عيلته ايه واس صدمة اللي هتجيله ده اللي هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل تاسع مسلسل معانا هو خداع رئيسي المسلسل متصنف رومانسي كوميدي شبابي وعدد حلقاته 24 حلقة وهو صيني البطلة بتاعتنا اتخرجت للحياة واخيرا هتبدأ شغلها بدأت شغلها كانت ممنع الارترنت وبعدين هتبقى صاحبة شركة ملابس صغيرة وفي يوم الايام المعارضات بتحها هيتضرروا بسبب الهدوم الداخلية اللي كانوا لابسينها من تحت الفستين فهتكرر انها تعمل مراجعة سيئة جدا حول شركة الملابس الداخلية واللي صاحبها هو البطل بتاعنا فهو هيداق جدا من المراجعة دي علشان هتيجي فترة الحرجة جدا في العمل فهيبروخوا علشان يتفهموا مع بعض فالناس هيفتقروهم احباء فمن هنا هتبدأ علاقتهم فيترى ايه اللي هيحصل وإيه اللي هيوصلهم لعلاقة مزيفة واللي هتكون علاقة حب حقيقية ده كله هتعرفوه لما تتفرجوا على المسلسل واخر مسلسل معنا هو سعلبة تقع في الحب المسلسل متصنف رومانسي كوميدي وعدد حلقاته 44 حلقة وهو الصيني المسلسل بيتكلم عن بنت عندها شخصية قوية وصلحة لكنها ما بتتحملش التعرض للزوم هترجع من الخارج بعد ما تبقى مصممة بارعة لكنها تواجه العديد من المشاكل بسبب بنت جوز امها واللي بتشعر بالغيرة منها ومحاولاتها دايما ان هي تخليهم يجوزوها وفعلا امها بتحاول ان هي تجوزها لأي شخص غني وخلاص فده اللي هيخليها تقرر ان هي تجذب وتقول لهم ان هي مرتبطة برئيس مجلس ادارة مجلة تنفيذي وهكذا فهيتصادف في الوقت اللي هي بتحكي لهم الكلام دوت ان الشخص ده قاعد في الترابيزة اللي جنبهم وهيتفاجئ بالبنت الجريئة الوقحة اللي بتتكلم عليه وهو اصلا ما يعرفهاش البطل بتاعنا هو شخص مهووس بالنظافة بيبدأ في ان هو يتقطع طريقه مع البطلة عشان يكتشف ان هي كانت حب اخوه الاول وانها مزاي ما هو كان زننها في ازاي طرح يقع في الحب بمسلسل كوميدي رومانسي مليء بالاحداث المضحكة ومتأكدة ان هو هيعجبكم وبكده يكون الفيديو خلص متنسوش تشتركوا في القناة وتفعالوا زر الجرس وقولولي رأيكم في التعلاقات وباي باي